السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درسنا النهاردة عن السلام للكاتب الكبير عثمان عبد الحميد نوية هنبدأ الأول بالتعريف بالكاتب ولد الكاتب في 19 سبتمبر عام 1915 ميلادية وتوفى في 1980 ميلادية عمل وكيلا لوزارة الثقافة كما عمل أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الفنول والأداب للكاتب العديد من المؤلفات أبرزها حيرة الأدب في عصر العلم والسلام وجائزة السلام هنبدأ الأول بالتمهيد نكب العالم بزعماء المتغطرسين أراقوا دماء البشر ولوثوا بها صفحات التاريخ فحريهم بنا أن تكاتف لوقف نزيف الدماء واكتناب خطر الحروب بكل أنواعها ينعم أبناؤنا بسلام طيب ده التمهيد الطبيعي لكن عايزين نخرج النهاردة بره الصندوق شوية هنعمل تمهيد جديد عن طريق العصف الزهني طيب ايه هو العصف الزهني أولا هنبدأ بالعصف الزهني العصف الزهني من اسم مباين هو إجراء خلاله بنجيب وراءه قلم وبنرسم كل الأشياء اللي بتحيلنا بها كلمة السلامة أو في أي درس بيبقى عنوان الدرس مثلا نرسم أشكال أو رموز أو نكتب عبارات بتدل على السلام من خلال العصف الزهني ومفروض إن انت بتدخل في جو الدرس شوية بتقدر تخمن وبتقدر تشوف نتيجة تخمينك دقيق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اللي فاتت اتفرجنا على عصف الزهني على درس السلام شوفنا أشخاص وأحداث وعبارات بترمز للسلام والحرب في تاريخ البشري ودلوقتي جاء موعد تاني خطوة التعلم الصح بعد العصف الزهني وهي هتكون اختلص أو سكم من اسمها باين إن انت هتوقف الفيديو خمس ده بأقصة تقدير تختلص فيه من نظر للدرس يعني كل اللي انت عليك تعمله إن انت تتحصل الفكرة الرئيسة من الدرس احنا كده نكون وصلنا لمرحلة التالتة من مراحل التعلم الصحيح وهي هتكون الاسكانينج أو الفحص دوقتي احنا هنقرأ الدرس لتاني مرة بس المراجي هنوقف عند كل معنى مجهول سواء كان كلمة أو جملة نفهمه كويس قوي ونشوف غرضه ايه هنا في العبارة لنزب احنا عارفين إن المعاني همفتاحنا الفهم اللغة طب أول مرحلة هنكون نحنا نخمن المعنى من السياب حشلت نبحث عليه ونبحث يا جماعة السؤال بسيط اوي يعني ايه اللي خليني افتح المعاجم وعد ادور او اعمل سرش على موقع المعاني دوت كوم او ايه اللي يكبرني على كده طب انا اسهل لي ان اقرأ المعنى بطريقة مباشرة جدا من الكتاب واشوف معنى ايه طيب هو حينجز معاك كثير طبعا في الوقت بس انا عايز اقترب حاجة ان في حيات علمية بتقول ان المعلومة صعبة التحصيل هي معلومة صعبة النسيان وبالتابعية طبعا معلومة سهلة التحصيل سهلة النسيان وفي الاخر هو قرار بانتهاء عملية السكانينج نكون وصلنا لمرحلة الرابعة من المراحل التعلم الصحيح وهي اسئلة التلخيص والمراجعة مفروض ان اللي بتفرغ هالفيديو دوقتي يكون عمل عصف داني ارى الدرس وفهم فكرياته الرئيسة قادر يقرى المعانى ومفروض جاهز فقط ان هو يصخح لو كانت وصلت له معلومة غلط وان يكون برضه قادر يجاوب على اي سؤال الامتحان من اي نوع هنبتدي مثلا بسؤال زي ما هو سبب الحرب طبعا احنا عارفين ان سبب الحرب ان السبب الرئيس وراء الحرب غالبا ان يكون يا سلطان متغطرس يا سلطان مجنون كل همه انه يشبع غروره وكبرياءه مش مهم بقى عنده دماء الناس ارواحهم اموالهم اللي بتسلب ديارهم اللي بتهدم ما يفرقش معاها كل اللي هو عايزه انه يحقق الهدف من غزوته او حربه وهو انه يرتاح ده الاسكندر بسلا بس السؤال هنا هل فعلا بيرتاح وده طبعا اللي بيدفعنا لسؤال اللي بعده وهو كيف قتل الاسكندر طموحه سؤال زي ده انا بعتبره تدريب كويس جدا على القواعد النحوية وبنشوف ازاي قواعد النحوية بتأثر على حياتنا اليومين طبعا سؤال زي ده من غير نحو انا مقدرش افهم معناه يعني او الاسكندر او قتل طموحه او الاطموح هو اللي قتل الاسكندر انا عاجز عن التحديد لحد ما قواعد ان حواية بتوضح لي تشكيل الكلمة ومن تشكيل الكلمة اللي هي الاسكندر اقدر اعرف ان الاسكندر هنا هو اللي مفعول به يبقى اذا الطموح هو اللي قتل الاسكندر وجابة سؤال زي ده هتكون طموح الاسكندر هو اللي دفعه لانه يفتح بلاد العالم زي اثينا بلاد فارس مصر وبقية العالم القديم لكن ده منعه من انه يستريح دوما خلينا دايما نفتكر ان الراحة وده الغرض اللي كان الاسكندر بيبحث عنه طول فترة كفاحه او زي ما كان هو مقتنع انه هو كفاح بس خليني اقولك ان الراحة دي فقدها طوال حياته حتى دهامته الحمى ببابل وتوفي بعد ان قد فنى عمره وراء حلم فان فشلة الاسكندر طول فترة حياته طول الاموال الطائلة اللي جمعها وطول البلاد العريقة اللي فتحها انه يحققوا فطموحه هو اللي قتله وده بينقلنا للسؤال الثالث اللي بيقول للحرب اضرار عدة وضح طبعا كلمة اضرار دي ليها معنين اما يكون الضرر مادي اما يكون الضرر معنوي ناخد امثلة على الضرر المادي مثلا كما يقول لا تحقق الحرب الا الدمار وصفك الدماء واهدار الموارد لو لاحظنا هنا الدمار وصفك الدماء واهدار الموارد كل دي خسائر تعتبر خسائر مادي كمثال بقى على الاضرار المعنوية هتكون طبعا اهدار الكرامة الانسانية اهدار سيادة الدولة ما طبعا لما انت تبقى مستعمر هتبقى فين كرامتك كشعب او فين كرامتك كدولة فين سيادتك كدولة وزي ما احنا عارفين ان كل دا بيكون فقط لاجباع رغبات مجنونة عند مجموعة من القادة والزعماء دا بي لوضح لنا قد ايه الحرب بتكون سبق تافه والطموح اللي وراء اتفه السؤال الرابع نوعا ما غير مباشر بيقول كيف تكون التضحية من اجل القيم والمبادئ احنا اخدنا امثلة على التضحية اه في سبيل القيم والمبادئ وفي سبيل طبعا الكفاح من اجل الوطن وما الى اخيره بس سؤال زي ده الكاتب الكاتبه بصيغة غير مباشرة ازاي انا قدر اتجاوب عنه اللي اتجاوبة طبعا تكون ان في سبيل القيم والمبادئ يمكن المرأة ان يضحي بماله ومنصبه ومكانته بين قومه واعظم بتلك التضحية يعني ما اعظم هذه التضحية حينما ايه بقى حينما يقبل المرأة على حدفه اي مماته امثال مثلا بالسم زي سكرات او بالحرك كالبطلة القومية او بالاستشهاد بالاستشهاد زي ما فعل ملايين الفرسان الباسلين عبر كافة الحروب في التاريخ هي دي الامثلة وهي دي طريقة الاجابة على السؤال الغير مباشر سؤال فقرة الخمسة بيقول هل الحرب انتحار ام بطولة واضح طبعا الحرب بطولة ومش اي بطولة دي بطولة عظيمة لان ملايين من الابطال بيقبلوا على الحروب وما يعودوا منها الا نصب تسكارية ولكن ما اشرفها نصب فهي توحي بكبرياء نفض الاستسلام وعزيمة ابت المهانة وتاريخ لا تطويض صحف فده اللي بيأكد انها بطولة وبطولة عظيمة وليست فقط بطولة السؤال السادس السؤال غير مباشر نوعا ما بيقول كيف تتحول الحرب العلمية لحرب العالمية او في قول اخر ممكن نقول ازاي العلم يقدر يضم العالم طبعا احنا عارفين ده بيحصل لما بيبيع العالم ضميره وبيسيء استخدام نامة ربنا دي وهي عقله فبيكرس اي بيتدخر جهده فقط لاختراع ما يودي بالجنس البشري الى الهوية لان طبعا زي ما احنا عارفين ان العلم لو ترك له العنان فلن يترك على الارض انسية وانسية تصغير الانسان اي ان العلم ازا ترك له ترك بدون واعز او منفر او ضابط فسوف يقضي على الجنس البشري كاملا لانه هيكون وقتها تحت سيطرة سلطان زي ما قلنا متغطرس او سلطان مجنون لن يهمه غير مصلحته ونختتم اسئلة التلخيص بالسؤال ما السلام المرهون بالحرب او عرف السلام المرهون بالحرب يمكن المصطلح ده سمعناه مرات عديدة اما في التلفزيون اما في الاخبار اما سمعناه في الراديو وعايزين نعرف ايه هو بقى السلام المرهون بالحرب قالك هو سلام رافض للاتفاق والتأقلم يعني شعب رفض انه يتأقلم مع عدوه او خصمه ورفض ان يكون ما بينهم علاقات طبيعة وهذا النوع لا يترك للشعوب خيارا اخرا سوى الحرب والمشكلة هو انه ما بيجيش بحرب فقط ولكن يأتي بدمار شامل وكوارث فادحة وعواقب وخيمة يمكن ده اللي بينهك الشعوب وبيقضي على السلام ما بينهم فبيبقى سلام بالاجبار طب ايه موقف الدين الحنيف ماذا؟ النوع من السلام قالك يقباه او تقباه الدين الحنيف وهتصدى على العقل ودلوقتي جاء مواعد فقرة انا بحبها جدا هي فقرة التمارين العامة الفقرة دي بتثبت لنا ان اللغة العربية لغة كاملة متكاملة اللغة العربية فروحها كلها بتصب في اناء واحد الطالب الزكي هو اللي بيقدر يستغل الفرع في مذاكرة باقي الفروع يمكن المواد الادبية زي العربي او مواد اللغات عموما بتمكننا من النقطة دي ومعنا قطع هنتأملها ونستخرج ونجاوب على اجابتها في كافة فروع بيقول وليس معنى هذا اننا دعاة استسلام او دعاة تهدئة كما يقولون حين يشيرون تأدبا الى دعاة الهزيمة حاش لنا ذلك وانما نحن لا نؤمن بالحرب التي لا تحقق الا الدمار وصفك الدماء واهدار الموارد والكرامة الانسانية اجباعا لهوايات مجنونة عند بعض الحكام معانا نصف دقيقة نتأمل القطعة والكلمات اللي تحتها خط ونجهز نفسنا الاجابة على اي سؤال من اي فرع على الجزئية دي سواء بقى كانت قراءة بلاغة نصوص ادم مش مشكلة اول نوع من الاسئلة معانا هو اسئلة القراءة وحنبدأ بنقول واحد مراضف تجرع السن هل ابتلعه راضيا محبا متكارها ام مختارا طبعا الاجابة الانوزاجية للسؤال زي ده هتكون ابتلعه متكارها اي مجبرا اتنين جان دارك بطلة قومية هل هي ايطالية ام اسبانية ام فرنسية ام انجليزية الجنسية هي طبعا بطلة فرنسية واجهة الاحتلال الانجليزي السؤال الثالث مضاد اهدار السؤال ده انا لو معرفش اجابته حطر استوحي من الزاكرة الكلمات الحياتية اللي بنقولها زي مصطلح صونة المال العام واكيد سمعنا برضو مصطلح اهدار المال العام صونة المال العام دي ما اعرفين هو الحفاظ عليه من التلف واهدار المال العام هو تلف ونفسه وبكده تكون اهدار مضادها صيانة السؤال الرابع قارن بين السلام والاستسلام ده متروك للطالب ولكن دائما تذكر ان شتان تقل الى السلام والاستسلام ومع انا اول سؤال اعرب ما تحته خط هنرجع للقطع وهنلاقي ان عندنا ثلاث كلمات تحتها خط اولا تقدبا ثانيا حاشا ثالثا اشباعا السؤال ده طبعا اسئلة كلها سهلة وده متروك للطالب التفكير فيه هننتقل لتاني وتالت سؤال وهي اسئلة الاستخراج اول سؤال بيقول هات حرف ناسخ واسمه واعرب خبره هنا هيكون اننا في اول القطعة واللي هيكون ان فيها هو الحرف الناسخ العامل والنا اللي هو الضمير المتصل هو الاسم ودعاه هو الخبر السؤال التالت بيقول هات حرف ناسخ غير عامل واللي هو هيكون وانما نحن لا نؤمن انما هنا هيكون حرف ناسخ غير عامل والسبب انه غير عامل اتصاله بما اللي هي طبعا بتكفه عن العمل السؤال التالت سؤال الرابع هو سؤال من سلوب التعجب سؤال سهلة جدا والخامس كشف المعجم كلهما معنا فرع مهم اخر من فروع اللغة وهو البلاغة اول سؤال ماذا افاد تكرار كلمة دعاء يعني لو رجعنا للقطع هنلاقي ان الكاتب ذكر وليس معنا هذا ان انا دعاية استسلام او دعاية تهدئة يشيرونا تقدمان الى دعاية الهزيمة طب ايه اللي افادوا تكرار كلمة دعاء هنرجع للقواعد اللي درسناها في البلاغة ونجيب على هذا السؤال السؤال التاني استخرج اطنابا بالاعتراض يعني الاتنين اسألة سهلة متركين للطبع السؤال التالت وده اللي همنيه واجابته اي يوم ابلغ ولماذا ويعني ايه اصلا السؤال ده ايه يوم ابلغ يعني اي التعبيرين بيوصل المعنى اللي اراده الكاتب بطريقة افضل هنشوف معنا سفك الدماء وإسالة الدماء الاتنين بينهم اطراضوا في الاتنين بيوحي بيوحوا باراقة الدماء ولكن مصطلح سفك الدماء اكثر وحشية اكثر غلزة اقرب للمعنى اللي اراده الكاتب ويكون هنا سفك الدماء هي الاجابة المصلة ولو سألك ليه ماذا هتقوله انه يوحي بالوحشية هننتقل لاخر فقرة من اسئلة التمارين العامة وهي اسئلة الادب العربي يمكن غريبة شوية ان احنا ناخد اسئلة ادب على نص مقالي او على قطعة قراءة لكن هنعرف الرابطة فين دلوقتي اول سؤال بيقول كان للفترة التي عصرها الكاتب تأثيرا كبيرا على نصره اجابة السؤال دخصية جدا بنرجع نشوف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته اهم الاحداث العالمية والمحلية الخبرة بتاعت الكاتب في الحرب والسلام جابها السؤال التاني بيقول يدرج هذا النص ضمن فن المقال برهن اجابة السؤال ده بتكون سهلة وسالسة باني برجع الى درس فن المقال واشوف ايه الشروط اللي كان لازم يتوافر تتوافر في اي نص عشان اقدر ادرجه ضمن فن المقال ونقارن هل الشروط دي الدرس ده استوفاها ولا لا ولو كان استوفاها يبقى اذا انا ادرت ابرهن لو ما استوفيهاش بقى انا برهنت بعدم استفاءه لفن المقال اظن اللغة العربية لغة كاملة متكاملة ببساطة كده احنا دقتي في اخر فقرة وفقرة التفكير النقدي التفكير النقدي زي ما متعرف عليه عالميا هو نوعية من الاسئلة ليست لها اجابة نموذجية انها توقف على الاراء ومفيش رأيين زي بعض بس في رأي اقوى من رأي اللي بيحكم الالاقة دي هو ان رأي قادر يبرهن ويستخدم اسباب علمية في اجابته وناخد اول سؤال ويقول قال الفيلسوف الروسي ليو توليستوي لا يوجد انسان ضعيف بل يوجد انسان يجهل موطن قوته بما اننا في الامة العربية ام ضعيفة وبما ان ما فيش شيء اسمه ضعيف ولكن هناك شيء قوي يجهل موطن قوته دورك بقى كمستمع لهذا الفيديو انك توضح لنا خطة التنقيب عن موطن قوتنا كامة عربية يعني مثلا الاهتمام بالتعليم الاهتمام بالصحة الاهتمام بالحالة الاجتماعية العادلة والى اخره سؤال نقدي اخر بيقول في عام 2013 نالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية جائزة نوبل السلام بما اننا بنتكلم عن السلام مطلوب منك انك تقرى الموضوع ده جيدا وتعلق هل هذه المنظمة نالتها عن استحقاق ام لا طب ايه هي اللي عملته خدمة للبشرية في مجال السلام وهل فعلا هذا العمل يستحق انها تاخد الجائزة وهل كان في وقتها حد اقدر منها بهذه الجائزة واخر سؤال معنا خاص بمصر بيقول مصر عام 1978 وقعت انفقية السلام مع الولايات المتحدة واسرائيل عايزينك تقول في ضوء فهمك للدرس هل هذا السلام يعتبر سلام المنتصر ام سلام المضطر بالنسبة لمصر ونرجو ان يكون عجبكم العرض النهاردة ودائما وابدا تذكروا اننا مع نفهم نتعلم ببساطة شكرا شكرا